طيب السلام عليكم شباب مرحبا بكم في يوم جديد محاضرة جديدة مع أستاذة إن شاء الله هتكون معنا في الجلسة دي ونتمنى أنكم تستفيدوا كثير منها وهي موجودة إن شاء الله لو عندكم أسئلة عندكم تعليق أو استفسار إن شاء الله معنا هذه الجلسة هي موجودها تجايب على كل الأسئلة لو عندك أي سؤال أو استفسار ممكن تطرحوا في الشات أو تخلوه لنهاية الجلسة إن شاء الله هل نتعليك الفرصة إنك تشارك معنا طيب اليوم معنا ورشة جبيرة جدا بعنوان الصفات الشخصية والزكاء العاطفي هتكون معنا أستاذ ماي عاطف هي المدير التعليم والتطوير في إميرسون أوتوميشن سلوشنس هي تملك أكثر من عشرين سنة في مجال الموارد البشرية الهيومر رسورسيز هي عملت سابقا في عدة مؤسسات مثل شركة شلون بيرجر وصندوق المتحدة للسكان الونف بي اي وكيري انترناشونل وهي أيضا مدرب معتمة من والمدير التنفيذي وهي أيضا مدربة الأطفال معتمة من متصلة على بيكلاريوس في اللغويات جامعة القرطوم كما درست مبارسة الموارد البشرية الاستراتيج في جامعة كورنيل حقيقة هي غنية عن التعريف واليوم هي معنا وفي كتير من المعلومات نتمنى ان الناس تستفيد منها وما أحيل بينكم وبين أستاذة مي فإن شاء الله أستاذة مي مرحب بك ويتفضل شكرا 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 جزيلا لك وللمقدمة أنا لحظة وسحا هحاول تشير السكرين شايفين الشاشة أيضا بس يعمل السمس أب أيوة واضحة تمام مرحب بكم وشكرا جزيلا للاستضافة سعيدة جدا أن يكون معكم اليوم وبتمنى أن نتعلم من بعض كلنا أنا ما قادرة أتأكد يعني تقريبا إحنا زي 38 في الكل مرحب بكم لعدد كبير والحمد لله يعني دائما أنا بيكونوا وبسوطة كل ما الناس يكونوا أكتر مع أنه كل ما تكون أكتر بيكون صعب أنه يكون في يعني يعني تكون في بنتبادل النقاش أكتر مما يكون one way بتاع الزول اللي بتكلم لكن برغم كده يعني من فضلكم يعني ما عشنا إحنا كتار نقيف أو نوقف إنه إحنا نحاول نتبادل الحديث إن شاء الله والنقاش خدوا الكومنس والأسئلة يعني خليك مواكب بالشات بوكس قدر ما تقدر ولو في حاجة يعني مثلا بريسين بتفتكروا إنه في نقطة الباقين كلهم ممكن يستفيدوا منا وكده it's okay unmute وتفضلوا يعني يوقفوني في أي سلايد لكن في آخر في آخر المحاضرة حنخصص يعني وقت للأسئلة أنا حمشي في السلايد يعني بصورة سريعة لكن في نفس الوقت حندخل في التفاصيل لكن حنسيب وقت في النهاية إذا في أي زور عنده أسئلة فأجين شكرا جزيلا مبسوطة جدا إن أكون معاكم وأنا دائما بقول إنه يعني هي مش بيقولوا win-win situation أنا بالنسبة لي المحاضرات من النوع ده أكيد أنا بحيس إنه أنا بستفيد أكتر لأنه ما شاء الله شباب شباب يا دوب باديين فإحنا خلاص يعني يعني بدنا بدري فكل ما يعني أقدر أتواصل مع شباب وشباب يا دوب باديين بالطاقة المفروضة وإن شاء الله إنه يكون عندكم الطاقة المفروضة كل ما إحنا كمان بنستفيد يعني فإن شاء الله كلنا حنستفيد من الساعة ساعة ونصف اللي حنكون فيها مع بعض إن شاء الله ال content أنا بنيته على أساس إنه نحاول نعاين للصفات الشخصية والذكاء العاطفي وقدر شنو ممكن يساعدنا إنه إحنا نبني الثقة اللي إحنا بنحتاج لها عشان نكتاز أي مقابلة أنا الحاجة الفهمتة من ال project ده وشكرا جدا لكل القائمين عليه وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وإن شاء الله الناس كلها تستفيد منه لكن شيء الفهمت إنه البرامج كله مقدم ومتخصص أو مركز محاول يركز في إنه يفيد الفئة بتحت الناس اللي بتقدم لوظائف والعايزة تستفيد حسي في الفترة دي من أي opportunity ممكن تصهر تحضر الفكرة دي وإنت بتحضر المحاضرات دي أنت بتحضر لفري نوبل ريزن لأنه إنت عايز تستفيد لأنه إذا أنت استفيد هتفيد ناس حوالينك إن شاء الله هنبتدي بمقدمة سريعة عن أهمية الثقة بالنفس وإذا فهمنا إنه قدرشنو مهم إنه إحنا كلنا نكون واثقين من نفسنا عندنا ثقة في نفسنا قدرشنو الحياة دي ممكن تكون مهمة وإذا إحنا اقتنعنا بأهميتها فيشنو الحاجات الممكن تحيل بيننا وبين إنه إحنا نكون واثقين من نفسنا فيشنو أنا مفروض أعرفه واقف في الطريق بيني وبين ثقة في نفسي وحنشوف شوية يعني التكنيك ممكن تساعدنا إنه إحنا نبني ثقة المطلوبة دي وحنختم بإنه طيب شنو الـ Action Plan أنا مفروض عمي شنو شنو الخطة المفروض أنا أخذتها على أساس إنه أنا أطور من نفسي في المناطق المعينة اللي أنا قدير تحدد إنه أنا محتاج لدفع فيها بتمنى أنا ما عرف أنا ما في مليار شديد بزوم زي تيم وباقي الـ لكن أفتكر إنه فيه زي إموجيز أو طم أنا أحب جدا إنه أتأكد إنه الناس متابعين معي فإذا ممكن بعد كل سلايد لما نقول يعني does it make sense أو كلنا متفقين أوكي نمشي قدام عايزة زول يأكد لي أو إنتو لو بتقدر تستعمل الإموجيز بس تعملوا سومز عشان أتأكد إن الجميع معي والناس متابعة ما نامت ولا مش تشوف حيث تاني ونمشي للسلايد البعد بس يا أستاذ إمي عشان تصهر لك يجب تكون نفات حال لست بتاعة الparticipants يعني ما زي التيم بتجيك فوق بس تمام خلاص أنا هاعتمد علي أن أنتم عايشين نعم طيب أنا فيه أنتو كمان يعني أحضر لأن نفسي أحضر معاكم كمحاضرة قبل اليوم لكن ما سمح لي الظروف ما سمحت لكن فهمتوا أنه الحمد الله أنتم قد حضرتوا مجموعة من السيشن لغاية ما وصلنا لليوم فأنا عايزة بسرعة جدا معاكم نحاول نعمل زي سيرفي كده سوا لو عملتوا بموبايلاتكم على البر كود ده دخلتوا ال دخلتوا ال الباس كود هتقدروا جاوبوا على الخمسة أسئلة دي ودي بنقولها زي self-assessment كده نشوف نفسنا إحنا جاهزين لليل انتربيو لتسي انت مقدم في وظيفة والوظيفة دي بعد كم يوم أو الاسبوع الجايح يكون الانتربيو بتاعك بس يعني it's just a quick check عشان نقدر إحنا نقيم إنه إحنا نركز وين أو الـ overall confidence اللي انت حاسي بيا حاسي انت واثق من نفسك لانه انت المقابلة اللي حتعمل الاسبوع الجايدي حتتوفق فيها أو حتتوفق فيها إحنا بنقدر to articulate بنقدر إنه ننطق النقاط بتاعتنا إحنا أقوية فيها أنا عارف شنو النقاط الضعف فيني وشنو النقاط أنا مفروض إني أحسين أو أصليح سو الابility to articulate الصrenches and the experiences handling nervousness and anxiety during الانتر�� قدر شنو أنا قادر إنه أسيطر على التنشن الممكن تحصر للواحد فينا أثناء الانتر�� وقدر شنو أنا واعي ومدرك الحاجات الممكن تحصل في الانتر�� وتودي في الاتياه الغلب يعني أكتر واحدة هنا من الاستيديان السريع ده handling unexpected questions مش كده دايما بتحصل يعني بنتسئل سؤال وتحسين زي حصل لنا فريز كده ما ما قادرين السؤال هو شنو ذات وعربي والإنجليزي ولا شنو وده very common البعدها اللي هي كيف نحن نقدر تهاندل التنشنا اللي تحصل لنا والأفضل على الجوب الانتربيو والهين الرقم الثلاثة ممتاز جدا إنه شكلنا ما شاء الله كلنا مليمين بالبودي لانجوش عارفين إنه مفروض نتخل الانتربيو وإحنا يعني زي ما قولوا ماليين مركزنا و شايفة هنا ده بنقدر إنه نعبر بالضبط إحنا عشانو نقاط القوة عندنا وبنقدر نبرزا ونوريا للpanel بتاعت الانتربيو ورش دي حاجة ممتازة جدا جدا طيب ما في تراجع يعني لكن ماشيين في نفس الحاجة شكرا جزيلا للشارك طيب نبدأ ب understanding the importance of self-confidence يما إحنا كلنا لازم نكون عارفين إنه مسألة الثقة بالنفس دي ما أو الحاجة ما ما حايب نتولد بها يعني ما في زول يتولد كده واثق من نفسه وماشاء الله عليه ووحدة تانية تولدت ما عنده ثقة بالنفس دي الثقة بالنفس بالذات واحدة من الحاجات إحنا في أي مرحل في حياتنا بنقدر نتعلم ما حاجة الواحد بتولد بها ولو عنده عنده لو ما عنده خلاص تمام أهمية بيتقع في إنه كل ما الشخص كان واثق من نفسه بيقدر إنه يكون عنده تخيلات positive على نفسه وعلى المستقبل بتاعه وعلى إنه هو كيف حيقدر يهندل الانترفيو أثناء الانترفيو نفسه بعكس الشخص المواسق بنفسه الشخص المواسق بنفسه في الغالب التخيلات تحته ما هتكون positive هتخيل روحه تمتم ولا شيرك ولا عشرك ولا جات وقح أثناء الانترفيو يعني الحاجات اللي احنا بنهي لها نفسنا قبل الانترفيو كل ما بتكون في صالح إذا احنا ما عندنا موضوع الself confidence وأهم حاجة احنا قلنا إنه كل ما كنا عندنا الثقة بالنفس كل ما احنا هيئنا نفسنا لأننا ندخل الانترفيو وإحنا يعني عارفين احنا هنقول حتى لو أنا ما عارف أنا عندي الثقة إنه أنا حقدر أتلاف الموضوع لو جاني سؤال كده عرضي ما حتلك لك وحخاف وحتوتر وحكون عايزة أتخارج من الموضوع كله حأقدر إنه يعني ألف الموضوع وأجاود بصورة تاخد تاني تاني في الحتة الصح حتى إذا أنا ما جاوبت الإجابة الصحيحة بالثقة بالديكي عند الانتربيو تمام حاجة من الحاجات برضو إحنا مفروض نفكر لها المعنى الحقيقي للثقة ما معنى إنه الناس عندهم ثقة دين ناس ما ما بتعرضوا للضغوط ما بيكونوا متنشنين لما يكونوا في الانتربيو الكونفيدنس doesn't mean إنه إحنا ما بنحس بالتوتر ده لا ممكن يعني أي يكون يعني كله ثقة بنفسه لكن بنتوتر يعني هي لازم الانتربيو المقابلة دي يعني حاجة مهمة بتغير مصير نمر فطبيعي جدا إنه نحن نكون متوترين وحاسين بشيء من القلق القصة كلها إنه كيف هنتعامل مع القلق ده كيف هنتعامل مع مشاعر ندي كيف هنوري إنه عندنا نسبة عالية من الزكاء العاطف هل هو مربوط direct بثقتنا بنفسه نوكي تمام طيب لو تمام أعمل ثم أب ونالدكتور نعمة حيشوف طيب إحنا قلنا إنه مهم جدا نفهم إنه ثقة الواحد بنفسه حتأثر يا سلبا يا إيجابا على إنه كيف هيخوض المقابلات بتاعته تمام طيب إزا إحنا عارفين إنه مهم جدا إنه أنا وري الناس القدامي دي الناس اللي حبي عملوا للي الانترفيو مهم جدا إنه أنا وري منه أنا واثقة بالنفسي طيب إزا أنا عارف إنه مهم إنه وري إنه أنا واثقة بالنفسي ليه بدخل جوا ما بقدر يعني شنو الحاجات اللي بتجيف بيناتنا وبين إننا نظهر أثقة بالنفس شنو بتفتكروا المعيقات هنا شنو أنا هنا حاولت أخذ أربعة من الموست كومن معيقات يعني أعطوا في بفتكر إنه ديل هما الأساسيات الأول حاجة الكميونيكيشن سكيلز تمام مهارات التواصل مع الغير أنا قدر شنو بقدر إني أعبر عن نفسي وقدر شنو أنا بقدر تكوميونيكيت بصورة كلير ال الاكتف لسنينج سكيلز تحت قدر شنو هل أنا لأنه في برضو يعني مفهوم مغلوط إنه الكوميونيكيتر دا زول اللي بقدر هو الملقي هو المرسل هو اللي بقدر يرسل الرسالة بصورة كويسة جدا لكن أغلب الرسالة تحسي بقولك إنه لا ال very good كوميونيكيتر لو عايز تعرفه مش بال هو بقول فشنو لكن هو بينصد وبيصغي بصورة شكلة شنو تمام من أهم الأشياء اللي احنا مفروض ندركها إنه جوزه كبير جدا من الكميونيكيشن سكيلز بتاعتنا بيقى على كاهل المطلقي يعني أنا لو منصطة جيدة لو لو إنت كإنتربيور أنا بسمع ليك والآي كونتاكت حاصلة وبستعمل مينمال إنكورجر اللي هي النودين يعني بهيز راسي بسأل أسئلة بحاول إني فعلا أكون حاضرة الحضور حاجة مهمة جدا جدا وجزء مهم جدا في الكميونيكيشن سكيلز فالاستماع الإنصاط الأسئلة بسأل أسئلة عشان أوري لزولة القدامي ده إنه أنا مهتمة وأنا متابعة وأنا عايزة أعرف أكتر وعايزة أشارك في الحديث فأهم جزء إحنا مفروض نشتغل عليه قبل ما نمشي أي انتربيو أو إحنا في بداية حياتنا ويا دوق تخرجنا أو بدينا شغل جديد حتى لو في نص حياتنا لازم أنا أتأكد إنه أنا قريت كفاية عن المهارات التواصل دي بمارسة بصورة يومية حتى مع الناس اللي حولينك يعني دائما دائما إحنا بنفتكر إنه مثلا لاتسي الأطفال بنعتبر إنه أطفال دي ما شف عسا يعني فما لما الطفل يكون بتكلم معه ما بننتبه معه وما بنسمع له وما بنصغي ما بنسأله أسئلة زيادة على الحال هو بقوله يعني بتخليه يتكلم كده ويمشي ودي من هنا إحنا لو بدين إنه نركز حتى مع الأطفال اللي حولينا ونصغي لهم فعلا بكل اللي عندنا شوية شوية بنصلح مهاراتنا دي ما إحنا لازم نشتغل على روح نشتغل ومن الأطفال اللي حولينكم مويتم عشي اللي بر تمام دي ممكن تكون أول عائق إنه إحنا يكون عندنا أساسا مشكلة في الكميونيكيشن بتاعتنا ما بنقدر نسمع الناس كويس الواحد بتكلم معاك وينت بالك في حتة تانية الكميونيكيشن سكيلز دي بتظهر في أول فيو منتس من الانتربيو الزولة اللي قدهاك بيقدر يحدد إنه إنت مهارتك بتحت التواصل كويسة جيدة ولا متوسطة ولا ممتازة تمام دي أول نقطة التانية حاجة بنسميها ال امبوستر سينترم أو الليميتين بليفز الامبوستر سينترم ممكن تكون ترجمة حاجة زي يعني هي زي حالة بتاعت زي تقزيم للنفس أو يعني لو أجي داخل حتة حيثي أنه أنا أقل واحدة في الحتة الناس دي كلهم أشطر مني الناس دي كلهم حيجيبوا الحاجة دي إلا أنا فهو إحساس بيجي وهي دي مشكلة ومشكلة حقيقية وإحنا بنعاني منا يعني عموما يعني هي حاجة زي لكن إحنا مجتمعنا السوداني in particular أكيد بنعاني من المشكلة دي وممكن تكون هي ترسبات من التربية نفسها ومش التربية مش إنه نشوف نفسنا قلة من الناس لكن مثلا التواضع الشديد جدا الإهلار بصورة خاطئة بنفتكر إنه ممكن يوصلنا لحتة زي دي إذا إحنا ما ما انتبهنا وختينا ووقفنا في الحتة المفروض نجفية المشكلة كبيرة جدا وممكن تكون عائق حقيقي لتطورنا وتحصيلنا على الوظائف اللي إحنا عايزينا لأنه يعني تتخيل أنت داخل المقابلة بإحساس زي ده بإحساس إنه إنت داخل ما حجيك يعني ما حجيك الجوب دي وسيمبلي لأنه إنت عارف إنه إنت تقعد تشوف نفسك أقلة من الباقي بمجرد ما تشوف باقي الناس القاعدين برا ديل شكلهم أكيد حياخدهمهم وحيخلون صح طوالي حتبتدي تفكر ديل إنجليزي محسن مني لا مثلا الهنو ديل أصله هم بحبوا يخدومهم لأنه ما عارف نلقى إكسكيوز لنفسنا الناس دي قارين برا وده عندو شهادة ما بعرف وين وده قاري في أمريكا والإنجلطرة أنا ما قريت برا ده دي كل أوهام إحنا يعني بنقنع بها نفسنا وللأسف جرنا لاته خلاص في اكزامبل كتير جدا جدا عندنا الناس ولا قروا برا ولا إنجليزي كان مبالغة ولا 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 وماشاء الله حصروا وظائف وقدروا إنهم يطلعوا في السلم الوظيفي لأعلى الدرجات فالإنبوست جرس مربوطة بحاجة اسمها Limiting Beliefs المعتقدات مقيدة يعني أنا أكون مقتنعة كده إنه أنا ما عندي حظ في الدنيا أنا أكون مقتنعة إنه أي زول أشطر مني فهما الموضوع Limiting Beliefs هنقف فيه بعد شوية برضه لكن مهم جدا إنه أنا أعرف الحاجتين دي وإذا عندي نسبة ولو ضئيلة منهم أشتغل عليه الحاجة الثالثة والهي برضو قريبة جدا من قبلها اللي هي Mindset العقلية بتاعتش يعني هم بيقولوا Mindset دي حددوا على اتنين اللي هي يا Creators Mindset أو Victim Mindset اللي هي العقلية بتاعت الضحية أنا هالعقل دي عقلية ضحية وأنا دايما مغلوب على أمري وأنا دايما مفعول به ولا أنا creator أنا مسؤولة من كل القرارات ومن كل الحاجات اللي أنا وصلت لها في حياتي وبقدر حتى لو أنا ما كنت دايريكتلي السبب فيها زي مثلا حصل لنا الحرب دي احنا ما عندنا يد فيها وهو حصلت كمية من الظروف حوالينا لكن بالرغم من هذه دي أنا ما عندي شخص دخل مباشر بها لكن أنا عندي المقدرة اني تشالنج الظروف دي وأطلع منها أقوى إن شاء الله طيب العقلية بتاعتنا ومقدرتنا تفيجولايز والحي دي جماعة مهمة جدا جدا موضوع الفيجولايزيشن دي هو التخيل أو التصور للحل الحي دي ما عن أي زور دي يعني و again زي هذه ال communication ما بنتولد دي دي سكيل إحنا ممكن ندرب نفسنا عليها يعني لازم لازم إحنا نكون عندنا المقدرة إننا نتخيل روح نبر من المشكلة لو ما عندك المقدرة دي لو إت شايف نفسك بس كل ما تغمض عينك شايف نفسك إنه إنت تحت محاطب المشكلة وما لاقي job والإنتربيوز لغيتحسي عمدت عشرونية إنتربيو وكل لهم ما ناجحين وما شايف ما جايف ضوء في آخر الفانل دي دي مشكلة تشتغلي علينا مقدرتنا على تخيل حل المشكلة يلعب دور كبير جدا بالأمل اللي بنعيش به والأخيرة اللي هي لو ما كل واحد فينا بيقى محدد أهداف وأهداف و أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف من الوظيفة دي ذات المقدمة دي أنا عارف 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 وعارف عارف عارف مفروض إنه تكون أهداف يعني short term و long term لو ما إحنا محددين أهداف بالضبط وبيقى تكلير علي يعني تكون واضح واضح أنا عارف أنا عارف 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 بنحس إنه إحنا يعني بس أوكي في وظيفة الله هقدم فيها إن شاء الله ياخدوني ولو ما أخدوني هقدم في واحدة تانية لكن يعني نتعامل كده يعني مش لا مبالة هو لا مبالة ما عايزين دي إحنا عايزين نكون واضحين جدا إنه أنا عارف أنا عارف من الوظيفة وكاد بحث الحياة اللي أنا عايز أعملها وانس الوظيفة دي هكون كاد بها في ورقة بالورقة والقلم كلا تكون مكتوبة سموير تمام في سؤال أو تعليق أي ريفلكشن قبل ما ندخل في الثو سلايد البعدة اللي هنجف في موضوع الإمبوستر سينترم والليميتين بليف لكن عايز بسرعة إذا في أي زول عايز يعلق أو يدينا أي ريفلكشن سوفار ممكن في الشات في حاجة ولا ليس غني كده ايما دكتورة نعم الناس دي المش ولا الحاص الشنو هحاول أشوف الشات كيف أعرف عندي للمييتين بليف نحن معك تمام بيت أوك طيب هنمشي هسي لكن بعدين لما نجيف لازم أسمع الصوات طيب هنجي كيف أعرف أنه عندي للمييتين بليف في سلايد بس عن للمييتين بليف لكن في الأول نشوف كيف نقدر to overcome the self doubt الهي الشكوك دي أنه أنا حاس أني قل من الباقيين كلهم والباقيين قالوا في كليات أحسن مني واللي قالوا مجالات مرغوبة أكتر من مجالي والكلام الزيد أول حاجة نحاول نشوف ونعرف هي شنو عبارة عن مجموعة من المعتقدات كده بتجي وتتكون عن كل واحد فينا عشان مصلحتنا مصلحتنا في إنه نفضل في أمان اللي هي بيقول لها نفضل في أو لأنه إحنا كبني آدمين جبلنا على إنه إحنا نحافظ على الأرواح الحفاظ على الأرواح دي بإنه إحنا نفضل في الحتة الآمنة بالنسبة لين أي حاجة فيها تغيير أي حاجة فيها اختلاف أي حاجة فيها طلعة من بتاعتنا دي المخ بيقول لبني آدم إنه الحاجة فيها إنت ما خليك هنا خليك في الحتة دي ما لك عايز تمشي تتعلم لك حاجة وتشربك في حاجات تانية خليك زي ما إنت خلاص وقيس على ذلك يعني الحاجات كثيرة جدا يعني مثلا لو إنت عايز تقدم في وظيفة في الشركتك ذات ولا وظيفة في الشركة تانية حتقوم الليميتينج بيليف دي حتقول لك يا أخي جنن تعرف تلي حتسيب الناس اللي تتعملت معاهم اسمه بتاع وشنو وتمشي للي حتة ثانية خلاص دي في حد ذات الليميتينج بيليف هي دي يعني قناعة عايزة عايزة تقيدك وتحدد يعني تخليك قاعد في الحتة اللي انت في فلازم علينا أنه تريكو جنايز نبتدي نحدد نعرف الصوت اللي قاعد تكلم معانا ده ياتا من البليف سدي ممكن تصوب في مصلحتنا وياتا ممكن تعطينا وتأزين تضرنا بنبتدي نكون مدركين أكتر للأفكار اللي بتدور في بالنا ونحدد شنو منها الصالح وشنو الما صالح بالنسبة لي حسي وشنو اللي أنا حعتبر والله دي لميتينج بيليف أنا عايز يعني أسقطة بعد كده ما نافع يعني لقدام دي أول خطوة هنشوف بعد شوية برضو كيف إنه إحنا نقدر نميز بين دي والحاجات الثانية الحاجة التانية seeking support من أشجع الناس الناس اللي قروا إنه هم محتاجين لمساعدة خلاص الزول شنو يعني الأنفة الفاضية لأنه لا لا أنا ما بطلب من زول المساعدة ولا لا أنا الفيقر الحاجة دي براي وكده القصة دي بتأزينه بالعكس إحنا كل ما كنا يعني عندنا ثقة في نفسنا وعندنا يعني هدف محدد أي حاجة هتوصلنا للهدف دي هنعملها أول حاجة المفروض إحنا نعملها نشوف من هو ممكن يساعدنا في الوصول الصحيح في التعليم للحاجة اللي أنا محتاجة أتعلم فseeking support is is واحدة من الأهداف اللي أنت مفروض تخطها قدامك وإنت مفروض تخطها قدامك إنت مفروض تطلبي المساعدة من من المساعدة ما شرط واصلة لوظيفة لا لكن المساعدة إنه المجال المعين منه ممكن منه متمرس فيه وممكن يساعدك منه ممكن ينصحك تعمليات وشهادات منه ممكن ينصحك تعمل صح ويعني أنا بفتكر إنه حسي ال 40 وال48 ما شاء الله الشاب وشابة الجوال كل دي يعني البوكس دا استيكت لأنه أنتو في المكان دا يعني في غيركم في نفس وضعكم لكن ما سجلوا مثلا تسجيركم لندوات زي دي أو لمحاضرات زي دي دا نعتبروا إنه جزء من أنتو عايز يعني تستعمل أي شخص ممكن يساعدك أو يدلك لأنه أنت تطور من نفسك أو تقدم بالصورة الصحيحة learning from setbacks هي إنه إحنا يكون عندنا العقلية بتاعة المتعلم أنا كل تجربة في حياتي كل موقف في حياتي حشوف إنه التجربة وكل تجربة أنا حتعلم منها الانترفيوز اللي ما نجحت فيها قبل كده ما حشوف إن دي يعني فشل زريع والناس دي ما بتدخل إلا بالواسطات وما في أمل وما كده لا أنا حشوف إنه مثلا الانترفيو ده أنا ما كنت جاهز ليه مية في مية أو الانترفيو ده كنت جاهز ليه أي حاجة لكن هم كانوا محددين شخص لكن برضو دخولي للانترفيو وقدرتي على إجابة الأسئلة بالصورة دي جوتني وجهزتني أكتر للانترفيو البعض فلما نكون عندنا القصة بتاعت إنه إي يوم في حياتنا إي حنا تعلمنا فيه حاجة وأي يوم أي موقف مرة في حياتنا حنعين له صورة إيجابية حنشوف إنه إحنا استفدنا منه دي أهم حاجة بتخلينا إنه إحنا نتغلب على الشقوق والحسرة والندم الممكن يعني بتاكل بتاكل فينا يعني واحدة من أسوأ الحاجات أو العادات الممكن بتتكون قاعدة معاك غير قصة إنه إحنا يكون عندنا موضوع التحسر دايما إحنا ناقمين ونادمين على إنه في حاجة اتعملت ما بالصورة اللي كان مفروض تتحمل أنا ما جهوب للسؤال بالصورة أنا كنت دايرة جاوبة تقول تاكل في نفسك ويتزعلان ومتحسر جدا جدا دي غلط وما بتحيئك للإنتربيو خايف وحاسي إنك التالي حتغلط نفس الغلط لأنه انت كده صح لكن نشوف إنه الحاجات أنا ما ما عملتها بالصورة اللي كنت عايزة أعملي في الانتربيو دا I'm prepared في الجاي حاقد الريكتاز والجاي دا برضو لو ما نجحت فيه حيأهلني أكتر ليل بعد طيب نرجع لموضوع الليميتين بليف دي اللي هو يعني قصة ومعروفة كل واحد فينا لازم يجيف مع نفسه ويحاول يشوف البليف سيستم بتاعه شكل وشكل موضوع الليميتين بليف دي وبالذات الليميتين بليف لو عايزها واللي عايز تعريفها حاول تنتبه للغة المستعملة دايما لغتك قوية كده وزي فاكتز الجيك كده عاملة زي حقايق وهي ما حقايق يعني مثلا زي انو انا مستحيل القى وظيفة والحي دي صعبة جد جد اي حي مؤكدة كده وجاياك كاين نازل القرآن دي طوار تشك فيها تشك انو دي لميتين بليف طوار خد جنب ميبي ميبي نط يعني ينقل كده خلاص وزي ما شايفين دي حاجة يعني متقل الظلم وقفاه في حتة واحدة وسبحان الله بيقولوا الليميتين بليف يعني لو فتشتها لو كتبتوا الليميتين بليف في جوجل ولا في في اليوتيوب حتجيكم كمية من السيشن ستعرفوها اكتر لكن بيقولوا انها هي يعني المحتقدة بكون حاجة كده بينزل بقوة غريبة وعنده زي سايكل كده يعني وحدة بتدي خطة وحدة بتدي خطة عشان كده بتكون مثبتة اديكم مثال مثال لو 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 واحد او واحد نطلع من القصة الانترفيو والوظيفة نشوف مثال البنات او الاولاد يقول انا يعني مستحيل لقى الانسان المناسب كويس للزواج اذا انا بدات بالفكرة زي دي هي بتبدأ بالفكرة انا مستحيل لقى الشخص المناسب هو الوحدة المناسبة دي دي بدت كده بيز على البليف دي انا لو مقتنعة او لغت النفس انه انا مستحيل وكلمة مستحيل دي شيء زي ما قلت يا دائم بتكون اللغة قوية كده وحاسمة مستحيل لقى الشخص المناسب انا اي افرد حامله وال بتاقي حتكون كل بيز على الفكرة دي بما انه انا مقتنعة انه مستحيل لقى الشخص المناسب ما حيكتهد كتير يعني الافرد اللي انا حعمله واعتمد على الفكرة دي ما حيكتهد كتير بمعنى شنو الله يعزمونا عرس ولا ناس جيراننا عاملين شاي ولا صحابي داعيني لدعوة لا لا والله تعبانا ما داعي رمشي فما حعمل اي افرد اني انا اكون اظهر اكتر عشان بتاعت انه انا لاجي الشخص المناسب داع لعندي اكتر دي ما حتحصل من الاول لانه انا في فكرة في راسي بيقول انه مستحيل لقى الشخص المناسب بما انه الفكرة دي في حتغزي لي ال بتاعي ما حعمل افرد ما حاخد ال ولمن ما اخد ال وما وما شفت الشخص المناسب فال ال الثاني دي حتغزي لي دا وحقول فعلا انا عارف مستحيل لقى الشخص المناسب وده تاني حيلي في كده دا اخد بتاع الوظيفة اخد بتاع اي حاج دايما هي زي بتغزي بعض كده دا وبتسبت نا في الحتة اللي احنا في عشان ما نتحر من اشهر الليميتين بليف اللي بيقوله هي انه يعني ممكن كلكم يعني بتجيكم اللحظات دي انا ما اعرف يعني الناس كلها فياتوا مرحلة من حياته لكن موضوع الزمن دا بيقى هو يعني تقريبا كده اكبر الليميتين بليف قاعدة في العالم الناس لو عملوا سيرفي حيلقوا انه اغلب الناس مقتنع انه ما عنده وكت كفائي الوكت دا هو دايما هو العائق انا دا اعمل حاجات كثيرة والله اعمل شهادات كثيرة واحضر محاضرات كثيرة وتعلم حيات كثيرة لكن ما في وكت ما في وكت دي عبارة عن كبير جدا لان انا لو بقت المحاضرة دي one of my priorities I will make the time حالق الوقت حالق الوقت المناسب للحاجة دي وهامل فما تصدق اي زول فينا عنده يعني حاجة كذا يعني بلغة قوية بيقتنع انه ما الحاجة دي ما ممكن يعمل او كذا نحاول تكوشن الفكرة دي ممكن هي منو قال لك تمام هنا دي top 10 self limiting beliefs دي يعني مشهورة ومعروفة انه الواحد يائما بقول I'm too old for this او I'm too young for this خلاص الموضوع العمر ذاته انه واحد مثلا عايز بدا بزنس يقول لك اخ بعد احنا خلاص خلي الموضوع للشباب الصغار دي تجد قول للشباب والشباب يقول I'm too young for this انا عمركم في ناس عمرهم في الخمسينات للدريد اخ الناس دين تخرجوا من هارفرد ومن هناي ومن شنو انا منو انا متخرجة من وين ذاته delimiting beliefs I'm not educated enough I'm afraid of trying and failing انا ما داير انا جربت قبل كده يعني حاولت وفشلت ما داير افشلتان ام تاني شنو هنا I have to have money to make money صح القروش بتعمل القروش والمقرشين القروش للمقرشين من الاول ما عندي حاجة يبقى ما حقدر اعمل حاجة بكلها limiting beliefs I've already tried everything اي فكرة كويسة ياخد تاخد ايها يفكر فيها بالقزول قريدي عملا دي limiting beliefs ايما انت بس باري فكرتك واقتنع و visualize ان شاء الله تتحقق حتى لو ما تحققت يعني انت حاولت at least it's selfish of me to want more لي برضو limiting beliefs لي لا يعني البحر ما بياب الزيادة انت عملت مثلا عملت البكالوريوز وعملت ماجستير وعملت الدكتورة لي ما عايزت اعمل حاجة زيادة ما في مشكلة انت وصلت لحتة معينة عايزت امشي زيادة ما في مشكلة ما مفروض يكون في المتلين وما مفروض نحس انه دي انانية منه احنا عايزين زيادة بالعكس برضو الاحساس بتاع انه هل انا بستحق ده برضو احساس جاي من limiting belief من حاجة احنا تقونا بها او تربينا بانه انت ما افرض تطمع في اكتر او هل انا بستاهل بستاهل اني انجح بستاهل اني اكبر في الهي دي ولا لا ده برضو limiting belief اذا الواحد لقى انه هو بيفكر في الحاجة دي المفروض يحاول تسيك support يحاول يلقى زول يساعد انه يفك الالغاز وال limiting beliefs العند دي تمام في مقولة حلوة جدا برضو هنا بتقول انه don't make your dreams match your limiting beliefs وللأسف احنا بنلقى اغلبيتنا بنرسم الحلم بتاعنا بيزد على انو انا كده الحمد لله يعني لو كدت الخير الدنيا بس انا لو لقيت الحاجة دي تعني ما ذا ار شي فإحنا بكده بنقيد احلامنا بيزد على limiting beliefs بتاعنا انو انا ما حقدر اطلع اكتر من كده 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 كوي زمان تمام change change your beliefs to match your dreams غير ال beliefs كده بتعمل thumbs up عشان نمشي لفكرة تانية هي الزكاء العاطفي واثره على ثقتنا في نفسنا واجتيازنا لل interviews as well تمام طيب الحاجة السلايد دي مطبسة من كتاب بتاع هارولد جرنر ده كتبه من 1980 بتكلم عن coaching الزكاء العاطفي وبيتكلم انو الزكاء العاطفي بتقسم لقسمين تمام القسم الاول هو فهم نفسك فهم الذات انا قدر شنو انا يعني فهم حاجاتي انا مع نفسي والجزء التاني قدر شنو انا فهم الاخرين قدر شنو انا بقدر اقرأ مشاعري انا كمي وقدر شنو انا بقدر اقرأ مشاعر الناس القدام ولما نجي للزكاء العاطفي والعواطف العواطف دي عبارة عن سيجنل عن انergy تمام اذا انا بقيت انا ما عندي المقدرة اني اقرأ my own emotions ومشاعري والمعلومات الجايانية من روحي كيف بتوقع انه الاخرين حجروني مش كده اذا انت ما قادر تفهم روحك بتوقع كيف انه الناس اللي حولينا كيف فهموا واذا انت ما عندك مقدرة او ما عندك رغبة فان انت تجتهد شوية وتحاول تقرأ وتفك التلاصم بتحت الناس اللي حولينك يعني ما ممكن انت مثلا جاي مرة كده بشخص هو عاشي كده ويتم عاشي كده وشفت الشخص ده مثلا يعني متضايق او عابس او كده ما ممكن انا ما اقدر اقرأ وقوم اقيف جنبه وضحك وغرقر ولا حكي لو نكتة مبارحة صغط لي ولا بتاع ما معناه انا انت غباء عاطفي ما ما فهمت انه الشخص ده ما جاهز حسي لننعد من الانتراكشن ولا الكلام ولا فمن احسن الحاجات اللي احنا نعمل انه احنا نحاول نبته شوية في فهم الزكاء العاطفي نحاول نفهم انه احنا شنوب نقصد بفهم دواخلنا وعواطفنا الداخلية وشنوب نقصد بانه نحاول نقرأ كمان العواطف بتحت الناس الحوالين ودل حنحاول نعملو هنا نبدأ بي understanding yourself understanding self بيبدأ بالself management وحنخليها كلها عبارة عن اسئلة how aware are you with your triggers طيب انت يا ما قدر شنو عارف شنو اللي بيوترك the triggers هي الحاجات اللي بتضغط عليك هل أنا عارف تماما الأشياء العادة ما عندي tolerance معها ما بقدر أتواكب معها شنو لما نحصل أنا بفقد المنطق طيب عرفت أنا شنو لما نحصل بفقد المنطق طيب لما أفقد المنطق بتصرف كيف هل أنا ولم بالكوبينج سكيلز بتاعتي الكوبينج سكيلز اللي هي مهارات التأقلم طيب أي زول فينا سبحان الله ربنا يعني خلق الإنسان وخلق ليه وحاجاته والتول اللي بيقدر يستعمل مع بتاع الدنيا والضغوط البني آدم يمشي أو بيكون مهارات بتاع التأقلم مع الضغوط اللي بتحصل دي للأسف مهارات التأقلم ما كلها في صالحنا في مهارات التأقلم صالحة وفي مهارات التأقلم مضرة جدا جدا كويس مهارات التأقلم دي زي شنو مثلا انه انت تتوتر تقوم مثلا تدخين تتوتر تقوم تكورك في الناس أو يعلى صوتك دي كلها مهارات التأقلم مضرة مهارات التأقلم الغير مضرة اللي هي انه انت يعني تحاول تقوم تقول اغفر الله عزي انت تنفس تقدر انه انت تجيب نفسك للحتة الصحة طيب دي اول حاجة احنا قدر شنو عارفين التريجرز بتاعتنا وبعد ما عرفنا التريجرز قدر شنو مدركين انه انا عندي مهارات تأقلم معينة هل هل مهارات التأقلم بتحدي مضرة ولا ما مضرة تمام مهارات التأقلم من مهارات التأقلم المضرة مثلا دائم بندي بها مثل موضوع القطيعة القطيعة تخير انه القطيعة مهارة التأقلم يعني الواحد بيحاول يعني فيه سترس معين بدل ما نحل المشكلة دي نقوم نتكلم في الزول بدل نتكلم في المشكلة الكمبلينس الشكية الشكية مهارات التأقلم مضرة لانه الشكية ما هي ما بتخليك تاخد action تمام من مهارات التأقلم المضرة برضو هي تخدير الزات باستعمال التلفون اكتر من لازم فرج على مسلسلات ولا تلفزيون والحيا ما منا فايدة تيك توك ولا سوشال ميديا اكتر من ساعتين ثلاثة واربعة في اليوم في ناس تقول اكتر من سبع ساعات ربنا يكون في عونهم بكل مهارات التأقلم مضرة احنا متعرضين للسترس معين بدل ما نحاول نطلع منه بصورة صحيحة بنغرق نفسنا بالنمنس بالتخدير طيب التدخين برضو واحدة من مهارات انا مقتنع انتو كلكم يعني جزء من الباحثين فابحثوا عن مهارات التأقلم اللي هي بقول لها coping skills عشان تعرفوا بعد ما تعرفوا الترس مثلا انت في انتربيو تقاعد في مقابلة وحسيت بشيء من عدم الاحترام لك في ناس بمجرد ما يحسوا انه الشخص القدام ده ما محترمه عداك ما بفهم ولا تقول لي انتربيو ولا بتاع انا دا يحسي اللي خبط معا واطلع خلي الانتربيو ده تمام دي تريجر والتعارفة فعشان تقدر انه انت تتعامل معا اقري زيادة عن انه انت ممكن تعمل شنو عشان انت تحاول انك يعني تمسك زمان الامور بصورة احسن تمام طيب بعدها الاموشن فاهمة انه يعني انا عايشة في الدنيا ما في الجنة وبعدها انا عايشة في الدنيا يعني هيكون في هيكون في مشاكل هيكون في ups and downs هيكون في مآسي sometimes هيكون في افراح هيكون في احزان انا قدر شنو مهيئة اني يعني ادق الواطذي وايجي راجعة تاني ودقة الواطذي بتحصل بتحصل لكن كل يزول فينا مختلف من التاني في انو بيرجع في زمن قدر شنو يناس بتضرب كده بتقي راجعة ما بتاخد معام يوم واحد وبتنفض وبقوم في ناس الضربة دي ممكن تاخد معام اسابيق شهور سنين متمنى ما في يزول في قاعدين هنا دا تاخد منه اكتر من ثلاثة ايام اوكي سو هيا عاطفيا انك تاخد الضربات وتمشي لي قدام تتعلم منا وتمشي لي قدام الحياة لازم تستمر لازم بسنة الحياة ونكون مقتنعين انو هنتعرض للضربات دي ضربات عاطفية ضربات دنيوية ضربات في اي حاجة لكن انا عندي ثقة في نفسي في ربنا انو ها اقدر اقوم واحتاز الزعاب دي تمام لحياة مهمة جدا جدا وبدمرقنا من اغلب المشاكل ممكن نقح فيها الفلكسب بلتي قدر شنو انا فتحة ومرنة للحياة انو بشوف اي فرصة يعني فرصة لاني اتعلم من ما ما بقاوم التشينج التغيير هو الهناي السابت الوحيد في الدنيا صح فالناس اللي ما عندهم الفلكسبليتي دي لما نتعرض لأي تغيير كبير في حياتهم حتى تغيير صغير ما بيقدروا بسرعة يعني يتجاوزوا فدي 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 واحدة من حيات احنا نازم نبني انو احنا نكون يعني فلكسبل هو بقولك انو احسن حاجة التشبيه بتاع الحناية دي البامبو القنب بتاع البامبو ده بقولك انو سبحان الله من اقوى اقوى النباتات في الدنيا لانو الجزع بتاعه مرن تيجي عاصفة تيجي هوا حينزل وحيرجحتان لكن لو كان قوي شديد حيتكسر لو ضربته حيتكسر فزي مشاعرنا وزي يعني نفسياتنا احنا لازم يكون يعني نتمتع بقدر من المرونة ما تكون راءة كلها يا ابيض يا اسود بعلمت منتأزة يعني الرماد مرات كويس personal connection how easy do you find it do you find it to be honest with yourself about how you feel طيب الهي انت قدر شنو او انت قدر شنو صريحة وصادقة مع نفسك او مع نفسك وبسهولة بتقدر يكون عندك رأي في شيء معين او في شخص معين وقدر شنو انت مستعد تشارك الرأي ده بصوت عالي ما يكون بوشين ما يكون عندي رأي في زول ولما نشوفه انت حسن زول لا يعني قصة انه يكون فيه مصداقية بين الحاجة اللي انا بفتكرة والحاجة انا بقدر اقول الحاجة ده مهمة وبالتين عاكس على زكاءنا العاطفي وعلى قدرتنا انه احنا نظهر الثقة اللازمة تمام النقطة البعدة الپيرسون الپاور ودي مهمة جدا جدا كويس الهي انا قدر شنو عندي ثقة في نفسي ومقتنعة انه انا ما الكزي مع امري انا ما ضحية تمام how clear are you on your goals وديه اللي بتجيب الحتة هل انا عندي اهداف واضحة في حياتي ولا ماشا كده زي ما تمشي زي ما تجي تي الله كريم بكرا بكرا نشوف وكديه ناسي يعني الله حين اللي بكرا وبعد ذاك بكرا نشوف وبكرا نخطط موضوع العقلية والعقلية بتاعت الضحية والعقلية الكرييتر والخلاقة هاي مهمة جدا جدا وبتفرج كتير جدا في موضوع الزكاة العقلية self-awareness how much are you in touch with your intuition and feeling بدور شنو احنا عندنا قدر من الحدث الحدث اللي هو بتكون يعني بتصق في احساسك انا حاسة اني عايز اعمل حياتي حاسة انو الحياتي حتمشي لقدام الحياتي ما حتمشي لقدام في ناس ما عندهم الconnection ما شايلين المعدة دي بس واحد زايد واحد ساوي اثنين وما بيرجع علي نفسهم زي ما في الconnection بين الbody وال spirit بتاعتهم حتا يعني هنا واحدة من الحياة الطريفة الexample في الكتاب ذا كاتب انو how well do you listen to your body to what your body is telling you حتا في موضوع الاكل يعني سبحان الله المعدة عندها زي لغة بيكون في حالة بتاعة communication بين المعدة والعقل لما نكون بناكل المعدة بترسل السيجنال زي انو السلام شكرا انا اخدت كفايتي خلاص انا اخدت الكمية اللي بتكفيني للانرجي بتاع باقي الكم ساعة ديل ممكن تقي فسي منور بيسمع كلام باقي مفضل ندوس 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 الناس اللي بتاع الانتوشن ديل اللي بيهتمدوا على حدثهم والجماعة اللي بيقعد يعمل اليوغا والهناية ديل هم كل العاوزين يصدروا ليو انو يقدروا يرجعوا نفسهم النفس البشرية هي كانت كيف زمان كان فيه هدوء وكان فيه يعني تواصل ما بين الجسد والروح والعقل وكان يعني اي حي تحصل يعني دي ابسط شيء ابسط شيء انا معدتي قالت انها استكفت مفروض اوقف جسمي قال هو تعبان مفروض اريحه احنا الليلة يعني بنشتغل فوق طاقتنا بتعمل بتضغط على نفسك بتسهر فوق الانتو يعينك بتكون محمرة وجسمك كله بقول لك يا اخي كفاية انا محتاج راحة ولا بنسمع فدي كل الحياة دي كده مع بعض بتساعدنا في انه نفهم نفسنا اكتر ونصل للزكاء العاطف المفروض اخر واحدة اللي هي self-regard والself-regard دي يعني طوالي ماسكة في ال-imposture syndrome الجبال اتكلمنا عني self-regard انه انت بتشوف نفسك كيف كويس انت مقيم نفسك قدر شين انت مقيم نفسك قدر شين هل انت مقيم نفسك باست على انسانتك على انه انت منو كإنسان ولا انت وظيفتك شنو ولا لنايك الاجتماع شنو ولا بتصرف كم ولا سايقة ولا بتمشي بالمواصلات ولا 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 قعدنا قيم روحنا على عليات أسس الحال دي مهمة جدا جدا لانه احنا اتفقنا انه الزكاء العاطف دا مكسوم لاتنين اول واحد فهم الزات والتاني فهم الغير نفس الحاجات قريبة اسئلة قريبة لدي دي كلها مركزة على الزات صح لكن اذا انت او انت ما قدرت تجاول الاسئلة دي هي نفس الاسئلة وقريبة منها حتمشي للغير بالذات ال self regard دي انا بقيم نفسي كيف وبيز على انه انا بقيم نفسي كيف حكون قريب لها انا بقيم الاخرين كيف هل تقييم للناس بيز على المظاهر اللي احنا قلنا دي ولا على هم انسانية ونقدر شي هادي كلها بتتلم كده وبتقوم زي تحدد انه احنا تعاملنا مع الاخرين حيكون كيف وتعاملنا مع نفسنا حيكون كيف طيب دي اللي الغير واللي الغير دي دائم بيقول هو زي بايبولر يعني متضادات اول واحدة الزقة بايس هل انا على مقدرة اني انا القى التوازن بين اني اثق في منه وما اثق في منه هل انا يعني ساز جيدا واي زول بيشوف يا سلام وحكي لك قصة حياتي وحكي لك الاسراري لانه انا بحب الناس كلها والناس كلها طيبين يا خي سودانيين كلنا حلوين وكلنا كده هل انا بمشي لالاكستريم يمين ده ولا كمان الاكستريم شمال الهو ما تكلم مع اي زول ما تصق في اي زول الناس كلها خاينين الناس كلها كعبين الناس كلها ما مفروض الواحد يصق فيه الاكستريم زي الاتنين دير سطأ انا لازم القى البالنس الصحيح اعرف منه امتين مفروض اثق فيه واقيف في النص ما عايز امشي انا اكون سازقي جدا وما عايز اكون يعني محقق وخاطر نظار وبشوف منه بتصيد في اخطاء الناس تمام البعدها الانديبندنس كويس هل انا عندي healthy attitude towards working مع الناس ومع علاقاتي هل هي مستقلة يعني نوعا ما ولا فيها موضوع شنو قصة الانديبندنس دي نعين ليه حتى في العلاقات بتحت الواحد مع اسرته هل انتو بتصقوا في علاقاتكم مع الاخرين وممكن تدو الانديبندنس يعني مثلا هل بتصق انه زول يعمل لك الشغل شغل البيت مثلا او الشغل ازا انتو بتشتغل جزو من team ازا انتو عندك موضوع الانديبندنس في healthy relationships دي هتحتمد على team بتاعك هتحتمد على فريق بتاعك كل زول هعمل شغله وهتسلم الشغل لو انتو عندك مشكلة في الحتة دي واحدة من اتنين يا اما ما هتشتغل شغلك وهت هتليز شغلك كله على الاخرين او انت عندك عدم ثقة في الجودة الاخرين هيقدموا به الشغل فحتقوم انت دايما تقول ليهم لا خلاص انا بعمل الشغل وتشيل الشغل كله وانت لتتحمله وانت لتتعذل في النهاية فالحتة بتاعت انه احنا قدر شنو ممكن نعتمد ونخلي العلاقات تكون فيها نوع من الانديبندنس والحرية مهم جدا بالانس اوتلوك للحياة اجين احنا في موضوع الانتر بيرسنل هو للاخرين نظرتنا للاخرين فيها الحتة بتاعت انه احنا ما عايزين نكون ولا في الاكستريم يمين ولا في الاكستريم شمال انا ما عايز اكون نظرتي للحياة وردية و موضوع ولا ما عايزين ايه مع الحياة حلوة وبكرة حنرجع وبعد ما عارف حنعم شنو والحصل ده كويس معانا والدنيا كويس وبنكذب على نفسنا كويس ولا عايزين نكون دايمن بوزيتف ومقتنعين انه ما صح انه نحن اكثر ما صح انه مثل الوقت انه نكون مقفلين وخلاص يوم القيام حيقون بكرة وما في صلاح في الدنيا واساسا خلق الانسان وفي القبد وإحنا اساسا الدنيا دي ما دار يعني خير وما حنشوف فيها خير ما عايزين التو اكستريم لازم نلقى بالنس في النص ونقعد فيه طيب اموشن اكسپرشن ان كونترول قدرشين احنا عندنا يعني كونترول على مشاعرنا احنا دايما بنقول لجماعة المشاعر دي ما اتخلقت عشان تكبت تمام اتخلقت عشان تقول لنا انه في حاجة ما تمام في حاجة محتاجة تصليح في حاجة محتاجة اكشن منك او منك خلاص فلازم نكون عندنا قدر من التحكم في مشاعرنا متين نترك لالعنان ومتين يعني نقودة مش نقيدة تمام conflict handling ما عايزين نكون passive ناس كده دينك ديك الكف التاني ولا ديك الخد التاني ولا عايزين نكون aggressive ما عايزين نكون ولد ولد again احنا لازم نلقى المكان في النص الhealthy balance between the two approaches ما عايزين نكون نازع الانيفين وجاهزين جدا للشكل ومشكلية وما دايرين كمان نكون يعني مساكين وعايزين نرضي الدنيا كلها وما في مشكلة وإن شاء الله خير وسلام طيب طيب حواجز حواجزين 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 كل ما أنا قدرت إني قيف الحتة المفوضة قيف يا كل ما هو الشخص يرتاح لي أكتر الحياة دي كلها برضو بتساعد what I'm saying doing who will be excited or nervous or challenge دي أنا حقول هل أنا بقدر إني يعني أتصور لما أنا بتكلم مع مجموعة من الناس من الكلام ده حيلخبط من الكلام ده حيوتر من الكلام ده دي كل حيات تلازم يعني تخط في اعتبارك لما تدخل في مجال العمل وتكون تشغال مع اتيام وكده الزكاء العاطفي بعددك بيكون مهم جدا جدا وال soft skills دي حسي بعينولي أهم من شهاداتك ومن ال qualifications بتاعك الدراسية أو الأكاديم soft skills بتتوزن حسي مرات كثيرة جدا بالذات في المقابلات وفي كده psychometric tests والحاجات دي بدوها نسب أعلى من النقاط اللي انت بتاخد بأكاديمياتك وبالtechnical knowledge بتاعتك كويس آخر واحدة اللي هي regards to others وزي ما قلت لكم هي مربوطة بال regard to self هناك كانت regard to self وإنه انت كيف بتشوف شنو نظرتك لروحك وإنه انت قدر شنو بتشوف روحك مجردة من المادليات اللي حوالينا نفس الشي للآخرين كويس هل احنا بنعاين للناس وبنحكم عليهم بيز على مظاهرهم وعلى رواتبهم وعلى وظائفهم واللي احنا عندنا نظرة اعمق للناس اللي حولنا طيب بتمنى انه يعني النقاط تكون وصلت وزي ما قلنا يعني انا بحاول انه زي ما بقوله بس نولع لمبات صغيرة في حدة مختلفة ومقتنع انه انتو كلكم ناس يعني العلم حاجة كبيرة بالنسبة لكم حتتمشوا حتسكوا الحاجة دي اعمق لانه كل حال من الحياة اللي قلنا دي ممكن تقرأ كتاب كامل عنها تمام طيب حسن ننتقل لانه نشوف التكنيك بسيطة ممكن تساعدنا في انه ندعم الاحساس بتاع انه لما نجي داخلين مثلا مقابلة او نقابل الناس جدات في حياتنا نحك سليم الثقة بالنفس دي اول شي demonstrating enthusiasm تجي داخل كده وطاقتك الانت داخل بها الروم دي تكون محسوسة كويس تكون طاقة محسوسة وتكون positive قدر ما نقدر تمام expressing enthusiasm for the role نفسه انا بقدم لوظيفة وانا عندي يعني ثقة انو الوظيفة دي حاجة ايجابية جدا بالنسبة وانا قادر انو اقدر تكون tribut في شغل الوظيفة دي بالصور الممتازة using affirmations الaffirmations بالعرب يقول التوكيدات كويس التوكيدات دي هي اللغة اللي انت بتتكلم بها او الصوت الداخلي مع نفسك كويس انا قبل عمش الانتربيو عايز اقول ليا نفسي انو ان شاء الله حيمش كويس انو يعني انا واثقة انو حامل حامل حاجة دي وحيمش الانتربيو كويس التوكيدات دي كتيرة وفي طبعا في نكت كتيرة معرفة طبعا في كمية من الشمارات عن الناس التنمية البشرية والناس اللي بتقطقوا بيدين وبيقولوا التوكيدات دي وبتا فإنتم يعني هم بيستاهل ويضحكوا فيهم بعض منهم لكن ما كلها كرب يعني ما كل الحاجات دي ما عايزاكم كلها كده تشيلو تجدعوها بعيد وتفتكروا انو دي مش عوزين ولا يعني بيمشوا ورا القروش وعايزين بس الناس تشتري الترينيك بتاعتهم كده جوزه كبير منها فعلا بيز على علم وعلى علم ديفينتلي يعني انت أو انت القناعات والصوت الداخل اللي انت بتتكلم به ومع نفسك هيكون عنده تأثير على انو انت هتصهر كيف في المقابلة دي او في اي حاجة تاني في حياتك صح اذا انتو اتعلمتوا تعملوا التوكيدات الصحيحة اللي هي تتكلم مع نفسك بالصورة الصحيحة وانا دايما قاعدة يعني الامر اللي بقوله من القرآن واذا امردتو فهو يش فين صح دي توكيد دي توكيد لفظي 100% ربنا علمنا له لانو يعني يعني شوف السقة انو انا عارف انو انا اذا مريضت واذا دي بتقول انو انا حسي مع مريضة لكن انا اذا مريضت انا عارف انو ربنا حش فيني فبالتالي ات مفروض تعلم نفسك انك يكون عندك توكيدات زي دي كويس التوكيدات برضو المضحكة كده احنا بنقول انو مثلا انا معلم انا الحاجة دي احنا صعبين كان نقومنا صح لكل حاجات ممكن نشوفها بصورة مضحكة ونعين لها كده ونفتكر انها ما عندها وزن لكن هي عندها وزن والصوت اللي احنا بنكلم بها مع نفسنا ده حاجة مهمة جدا جدا الـ توقيدات سيقولنا الـ التوكيدات الحاجة اللي احنا بنقول لنفسنا وبنقتنع بها نجيب في المرايض جدا وتقول الله صعب انا خلاص مسيطر حكون في الـ في الـ الانتربيو ده والحاجة التانية الـ تخيل تخيل النجاح تخيل انو انت قدرت تعبر للحتة التانية الـ تخيل انو مهم جدا جدا ويتبني على على الصور اللي انت بتكونها لو انت ما عندك تصور يعني مثلا في ناس تخيل انو واحد عايش في حتة ما بيجي ماري القطر عليها وهو ما تعلم ما عرف ما شاف افلام ما اي شي وانت جيت قلت له يلا اغمد عينك وتخيل قطر تخيل قطر ماشي اذا انت يعني قبل كدر كدر قطر وشوفت وشوت والقطار سوان عند دخان فوق وشنو هتغمد عينك وبسهولة جدا هتتخيل للقطر الماشي لكن لو لو ات عمرك ما تعرضت اللي فكرة القطر دي في حياتك وزول قال ليك غمد عينك وتخيل القطر ولا ارسم ليه قطر هنا ما هيقدر خلاص فزي العقل للبشر ات لو ما عارف لو ما وريت وقبل كده ات الصورة اللي ات عايز اشنو ما هيقدر انه يساعدك انك تصلي الحاجة التانية يا جماعة البروفيشنال ايتيكيت ودي حاجة احنا برضو كسوداني مرات كثيرة جدا بيعني عندنا اخفاقات فيها حاجة مهمة جدا جدا انه انت ترسم لنفسك الصورة بتحت المهنية دي مواعيدك الساعة خمسة خمسة اللي خمسة انت مفرط تكون واقف قدام الباب ما خمسة وخمسة خمسة اللي خمسة البنكشواليتي دي حاجة ممكن تطلعك من الكمبيتشن عديل كده لانه في ثقافات كثيرة جدا دي يعني واضح لمسؤولتك انت مسؤول من زمنك معناه مسؤول في حياتك كثيرة جدا في حياتك انت ما مسؤول حتى من زمنك اذا انت ما حيعتمد عليك المصدير الاولى البنكشواليتي التانية الابيرنس احنا برضو يعني ما قاعد كتير نهتم بالشكلنا وبالبروفيشن الابيرنس ممكن نمشي الانتفيو نكون يعني اوكي قمت في اخر لحظة ومشيت ولبست شبط لازم احنا ماشيين حتى نعرف الثقافة بتاعت الحتة ليش الشباط والشبط في ناس تانين في بلدان تانية ما متقبلين للحاجة يبقى احنا لازم نتماشى ونتماها مع الثقافات التانية على حسب الانتربيو او الحتة اللي احنا ماشيين فيها تمام الgratitude الcontribution to the positive report لازم حاول انه انا لما ادخل في اي نقاش الشخص القدامي ده اكون محاولة جادة اني اوصف لو فكرة انه انا بقدر بكل مهنية اقود النقاش ده اوكي projecting confidence ده حاجة مهمة جدا من البوستر القاعدة بتاعتك او بتاعتك الدخل اللي بتجي داخلين الناس دي بتعاين لeverything لeverything وفي يوتيوب حلو طويل عن موضوع انه في الانتربيو الفرق بين الناس الواثقة من نفسها والناس الما واثقة بالنفس انه الزول الما واثق من نفسه بيجي داخل الجوم وبيكون يعني جسمه زي عايز تشرنك كده يعني عايز تتقزم كده ما عايز الناس تشوفك يعني عايز تخلص من الحاج بسرعة جدا تلقان الواحد داخل كده ورقلينه ملصق في بعض وما مفرود versus الناس الواسقة من نفسها بيقولك يعني they're occupying the space يعني بيجي كده ودائر املى مركز ودائر املى الحتة وحتى قعدته بيخط يدينهم كده ويكونوا يعني فاردين ما عايزين يدرس فدي حاجات احنا لو تعلمنا حتى لو انا طبيحتي كده انتروفيرت وطبيحتي انو انا يعني زول يعني خجول او كده لو عرفت انو الخجل ده ما هي سعفني في موضوع الانتروف ده او في الوظيفة او في مجال العملي اشتغل على الروحي اشتغل على الروحي وزي ما بقولوا فاك تنزل يعني انا هامسل انو انا واثقة من نفسي وبعدين التكنيك بسيطة جدا انت املى سدرك بالهو افرض اكتاف فوق الچن لازم يكون فوق لانو تحد ده معنى انت نازل لكن اللحظة 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 اللحن نرفع صوتك حيطلع بصورة اوضح غير لما انت موطي كده الصوت باي ديفولت حيكون صوت هادي وموطي وين اللحظة انت يعني ما ما اسكين عليك زيل الناس دي الاخر شيش نوع حيرفضوك حيقبلوك فانت تدخل وانت يعني بايع القضية وانا انا جاي اسيطر واردي قلت اللحي وانا داخل الافرميشنز بتاعت انه انا خطير وانا اتخيلت انه انا بمضي في العقد وحعمل شنو بالوظيفة دي فدي كل حاجات لازم ننتبه الprofessional educates لازم نكون منتبهين دي البعدها الhealth strengths والweakness ندخل قبل الانتربيو قبل الموضوع المقابل دي حسي دي بيننا وبين نفسنا انا لازم اكون واضحة مع نفسي وضوح شديد جدا انا عارفة انا قوتي وين عارفة انا مصيطرة وين وبقدر اعمل شنو وعارفة كمان الاخفاقات بتاعت وين عارفة الحتة الانا محتاجة فعلا اشتغل فيها على روحي تمام اكتر حاجة بتساعدنا في قصة انه انا اقدر واتكلم عن المزايا ما عيوب لكن الاريات بتحكي انه احنا نعمل موك انتربيوز الهي جيب اي زول وخلي ويعمل لك انتربيو برضو فتشوا اليوتيوب فتشوا حياة كثيرة انه فتشوا الاسئلة بتاعت الانتربيوز دايما نحسي احنا عندنا الحاجة يسمى كومبتنسي يعني ما بيسألوك عن التكنيك الاسئلة بيسألوك عن الكمبتنسي بتاعتك بيجي في الانتربيو بقول لك انه ممكن تشاركني موقف حصل ان انت كنت في الورجانيزر بتاع اي اهلك او اصحابك انت كنت الليدر بتاعه شاركني التجربة دي اتعلمت من ناشر دا سؤال بنسأله كثير جدا في الانتربيو بيكون من الغباء فعلا ازا احنا جاوبنا انه والله ما حصل كيف ما حصل حتى لو ما حصل انت ونفرطكم من الزكاء انه انه تميك اوب ستوري انه والله انا كنت المسؤول من كتابة الكرود بتاعت العرس بتاعت اختي الكبيرة قبل ما بعرف كم سنة وكتبنا تلتمية كارت وانا كنت الخطات ووزعنا الشغل مقدرتك علي انه انت تطلع من الموقف وتقدر تجاوب بكل ال في نفس الوقت يعني تقدر تقرأ عايز شنوه من سؤاله اول حاجة عايز يعرف انه انت حتجاوب بياته صورة انه انت ما ارتبك من السؤال وثالث حاجة انه انت قدرت تقرأ انه عايز يعرف ال ال بتاعتك انه هل انت عندك المقدرة والتجربة انه انت مع مجموعة من الناس وتعلمت شنو من التجربة دي وقدرت انه يعني مثلا تتعلم من البحظ يعني الحاجات مرات ما شرط تكون كبيرة وتكون انت شاركت في عظيم جدا وضخم جدا حتى لو حاجات بسيطة زي ال بيكون عنده وقع كبير جدا فالموكي انت هاي مهمة جدا اقعد مع اصحابك مع الناس البيت خليهم يحاول يسألوك اسئلة بتاعة الانت ويجاوب عليها ده بساعد المهندس فيكم يمشي يشوف جمعية المهندسين الطبيب يمشي يشوف جمعية الذكاتر الفينانس يشوف الناس الأكاونت سوين لازم تكونوا مشاركين في associations وفي جمعيات ماشا او بتدعم المجال اللي انتو أخذتوه لازم يكون في support system لازم يكون في mentorship اسأل الناس لقدامك في المجال كيف ممكن يساعدوك وانت كيف ممكن تستفيد منهم الأخيرة الهي research and prepare دبلي ما تدخل قابلة او interview لازم تعرف culture تحت ال company اللي انت مقدم لدي لازم تقر عنا اي حاجة انتعرف مثلا الشخصيات الكبيرة فيها من المدرة في الجسم ده او كده حاول تعرف اي معلومات من الانترنت لازم تكون جاهز ال interview وعارف ال culture بتاعت ال organization ال انت هتقدم لها نصايح سريعة بعد ال interview self assessment بعد ما تطلع من ال interview او بعد كم يوم بينك وبين نفسك حاول ترجع لانه reflecting back كيف كان ادائك في ال interview انت راضي عنه قدر شنو ولو ما راضي عنه شنو ال areas اللي تعيز تصلح في ال interview جاي قبل ما نعرف النتيجة لو بقينا اخذنا الجوب الحمد الله لو بقينا ما اخذنا احنا جاهزين للبعد expressing gratitude والحمد الله لما نقول الحمد الله كون دايما عندنا الابتنان دي زي بتفتح كل الابواب وين شكرتم الازيض انكم الحمد الله ان احنا وصلنا مرحلة ال interview ذات Leveraging Feedback اللي هو اذا ردوا عليك بعد ال interview وليك انه والله يعني دي النقاط اللي انت اخفقت فيها او احنا ما اخذناك عشان كذا 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 برضو انه احنا ناخد حياتي ونمشي باع قدام ما نخليها تبقى هي سبب في احباطنا نختم بال slide دي زي reinforcement حي بتأكد لنا انه يما تخير الساق العظيم ده الشكل ليه السنين طويلة جدا يوم من الايام كان بزرع كدور كده so this was once a seed انتو اللي لقعت تزرع فيشنو و interestingly سنة 1957 نايت قيل ده كان مزيع مقدم بتاع برامج امريكي وقال لهم انا في البرنامج اللي لح i will reveal the biggest secret والsecret دي هي عبارة عن السر الخطير وهو فتحه الهم الوقت داك انه we become what we are thinking about احنا بنصبح و بنصبح الحاجة اللي احنا بنفكر فيها بوساطة اذا احنا ما بنفكر في اي شي بناكل وننوم ونقوم وناكل وننوم ونقوم وما وما عندنا هداف وما خاتين ما ما قاعد نخد بزور للمستقبل بتاعنا ما حيحصل اي حاجة ما حيقوم اي حاجة ما احنا ما زرعنا المخ عبارة عن تربة خصبة هتزرع جرجير هيقوم جرجير هتزرع بطيخ هيقوم بطيخ هتزرع ما حاجة ما حتقوم حاجة العشر ولا بقول حاجة البطير ساكد خلاص make sure انه انت تزرع البلانت الصحيحة لانه الانت هتزرع هتحصد وده الوقت بتاع الزراعة الوقت الانت حس فيه وده ناس تخرجت قبلي كم سنة بعدين حياتكم العملية وكده ابقى دلوقت اللي احنا هنزرع فيه لو عايزين تزرعوا في ثلاثة حيات لازم تعمل تكون عندكم مقدرة تفضل ال未来 الهي ال visualization اللي احنا تكلمنا فيه لازم يكون عندي مقدرة اكون بقدر اتخيل نفسي بعد عشر سنين انا بعمل فش وده ما عمل اي دعوة بطول الامل والتوكل والكلام ده ما تلخبط الكيمان ده لو دعوة بانه انت قدر شنو مالك زمام امرك ومسؤول في الدنيا ده ربنا خلقك بمسؤوليات هتعمل او لما هتعمل هتعمل مستقبلك وحتد حياة كثيرة طيب نأكد القصة اذا اي زول فيكم قبل كده في طفولت ولا حس انت كبير بتعرف اللعبة بتحت الجيكس وفوزل دي اللي هي بيكون عندك موضل معين وقطع صغيرة بينركب البوزل دي مع بعض خلاص لو احنا قدونا البوزل دي اللي هي الزونة الصعبة 500 piece 500 piece دي صعبة انا بحب البوزل دي بتبع بركب كتير الخمسمية بوزل دي بتكون القطع صغيرة جدا جدا ومتشابهة تأكد تماما لو انت ادوك ال500 قطع دي و بورد كده وقالك يلا ركب من غير ما يدوك الموضل غير ما يدوك صورة نامير دي جنب قاعدة كده دا بلوك يلا ركب انت اما ما حتقدر تعمله او حتقدر تعملي لكن اذا هي مفروض تاخد منك 10 ساعات احتمال تاخد 10 ايام لو ما شهرين 3 خلاص ليه ليه الحاجة دي حصل لان الموضل ما كان موجود خلاص لان الخريطة اللي ت مفروض مش عليا ما كان موجود دا بالضبط حياتنا دا بالضبط اهدافنا اذا انت فكيت نفسك كده دا وفكيت عقلك من غير ما توري وانت عايز من وين الصورة انا عايز اكون بعد 10 سنين عايز اكون وصلت للحية الفلان وما شرط نشطح باحلامنا وكون انا راقب الحاجة دي لا بس اكون في صورة معينة في بزر انا قاعدات بزر عفية ما ما نكون سبهلاليين كده وخلين حاجاتنا للظروف تمام العقل البشري بيشتغل بنفسي فكرة النظري الجيكس وبازل دي في موديل قدامه هيحاول يسعى بكل الطرق انه يساعدك في ترتيب البيس دي وخط قدامك ما في موديل قدامه انتا حتكون لا في صينية زي ما ناس كتير لفوا طيب لو عايز تساعد نفسك في موضوع الموديل ده يكون في بقدر انا تخيل المستقبل وخط الموديل قدامي تخيلت وخطيت الموديل الصورة دي قدامي رجاء رجاء اكتب الحاجة دي بالورقة والقلم انتو باحسين وامش ابحس وشوف الامباكت بتاع كتابة القول بالورقة والقلم ما تضبع ذاته تشغيل العضلة دي كده وعدك تعاين في الورقة وتشوف تكتب تشنو وتكفي تاخد ها في حتة معين وترجع لها كل فترة يعني في كمية من الريسيرش بتقول انه في ناس تقول لها شنو وفي ناس يعني بيعني شارك تجارب لانه سبحان الله الوش لست بتاعتهم دي يعني تتحقق وبيوا رايعين للكراس دا ولا للنوت دي وبيعملوا تك على كل واحد versus الناس اللي ما كتبوا حاجة وحلاوا ومفضل الطايرة كده في الهواء ما تحقق من اشي فبتمنى شديد انه نكون يعني أتليست طلعنا بكم حاجة من الساعة ونص ديل وبتمنى لكم يعني مستقبل مشرق وأوعكم تقنعوا وأوعكم تحزنوا الحزن دا عدو عدو البني آدم وعدو النجاح ونقول انه دي ابتلاءات الحصلينا دا وان شاء الله يعني أمننا في الشباب زيكم كبير جدا انتم حتخارجونا بإذن الله شكرا لكم شكرا 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 على المحاضرة الخليم والمتابع هل تفريد أنتم مشكلة سبكة فأمر مو مبضوط فأنا أتولى إن شاء الله المديريشن طيب يا شباب ويا شباب إذا عندكم أي سئلة سوفار ما في حاجة يعني أثناء التقديم نفسه ما كان في أسئلة لكن هسي حاليا إذا عندكم أسئلة تفضل وأكتبوها تفتح المايك وتشاركو الشكر شكرا لكم وإذا وإذا في أي شخص عايز يفتح المايك بس يعرفوا عيدانكم ووكتبوا في الجات وحا نفتح لكم المايك من عندنا أنا إذا إذا بجد بعد هذا رضي أو بكرة أو أثناء الأسبوع إذا ما تخلوا الأسبوع يفوت حاولوا أنه يعني أخذوا نوت أكتبوا الحاجة القعدت لكم شنوم يعني أكتر حاجة مثلا حسيت إنها كانت يعني زي أها مومنت أو حاجة يعني قدرت إنها تنكش فكرة في رأسكم واخدت أتليست واحد أو اتنين من الأهداف اللي إنتوا عايزين تعملوها حاجة كنت محاضرة عايزة تسمعها شهادة عايزة تعملها حاجة إنتوا عايزين تعملوها وعملتوها وكانت دايما في رأسكم وما عملتوها أكتبها في ورقة وخد خطوات إنه هتعمل شنو عشان تحقق يعني طيب نعمة كان عندك سؤال قلت آي أنا عندي سؤال الجزئية الأولى لما كنت بتكلم عن تقريبا مثلا زي إنه أنا ما عندي وكيد أنا مثلا أنا too old for this ولا I'm too young ويعني واحدة من الحاجات هي ممكن تكون حقيقية إنه الحاجات يعني هي فعلا حاصلة يعني إنه هي ما بريير أنا بخط عشان ما أعمل الحاجة لكن فعلا في الآخر أنا كإنسان وكلنا عندنا إذا كانت الزمن إذا كانت الطاقة إذا كانت مثلا الكباسيتي من ناحية بتاعات مثلا فاينانشي الكباسيتي إلى آخر فهو ممكن يكون هو الواقع أكتر مما إنه أنا فعلا قاعدة أستخدم كحاجة عشان ما أطلع من الكمفر زون والسؤال الأهم هو الهاو يعني أوكي تمام أسي ممكن أنا أفكر في إنه دي مثلا distorsion cognitive distorsions ولا دي قرير ولا كده لكن then how إنه أنا أطلع من الحاجة دي هاو بس تحديد الأولويات شوف الأولويات بيس الثلاثة أسباب التي قلت مع عدل financial بيس ممكن نقول عليهم limiting beliefs ال financial capabilities دي خلاص أنا دي مقدرتي دي قدرتي أنا ما حقدر أقول لا أنا عايز أعمل حاجة دي وأنا ما عندي لها السي ما عندي لها المقدرة لكن الزمن الزمن وشنو تاني والطاقة زمن والطاقة أيها الزمن وانتي قلت الزمن والطاقة وال financial capability financial capability دي خلي عفينا خلاص دي بعلا ممكن تعيقنا خويس لكن الطاقة والزمن دي بأكد لكنهم limiting beliefs اللحظة انت هترفعي الحاجة دي تخطيها فوق في الpriority list بتحتك وتكون مطابقة تماما مع القيمة الحياتية بتاعتك بأكد انت هتخلي حاجة وترفعي هتلقيا زمن بأكد ممكن أنا أفضل أقول لي ما عندي زمن ما عندي زمن ما عندي زمن مثلا في شيء هذا معين أنا اشتريته يعني مفروض هي حاجة مفروض أعملها فأنا دفحت توردي القروش بقت ال application قاعد في الكمبيوتر وما عندي زمن له وافضل أقول ما عندي زمن ما عندي زمن وبنفس الصورة الطاقة يعني نقود نجور فكور عين كده ولا لا والله ما عندي طريقة ورجعت من المكتب متأخر وعملت كده اللحظة الحاجة دي حتبقى هي الأولوية وحتحتمد على حاجة تانية صح صحيح كده ده وحتمتعش وحتلق لها الطاقة وحتلق لها الوكي فكلها بتحتمد على أولوياتنا إنه إحنا بنكتب أهدافنا وأولوياتنا ولا لا وشوية شوية يعني برضو ما نكون يعني قاسين على نفسنا من القلاة وكده تدعم إن شاء الله إن شاء الله شكرا طيب في سؤال عن إنه هل ممكن الزكاة العاطفة يكون عيب بأي شكل من الأشكال أو يعني حاجة ممكن يكون عن تأثير ناغيتيف أعتقد على الشخص والله هذا سؤال حلو شديد هي ممكن تكون عيب فعلا لو لو بقيت أنت أو بقيت أنت بيتجي على نفسك لأنه يتعندك الزكاة عاطفة عالي جدا وإحساس بالغير خلاص يعني أنا بكون عارفة إنه مثلا الشخص هيتضايق لو أنا قلته الحاجة دي أو لو يعني لو أنا ما قدرت أخدم في الحتة دي أو لو أنا قلته لا ما بقدر أطلع معاكم الليلة ولا 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 فبقوم أجي أنا على نفسي عشان أنا تأكمديت النيدز بتحت الناس الثاني فأنا ده بقعيب ليه لأنه أنت دايما ودي ما أنانية ما أنانية كون إنه إحنا ما يخط نفسنا فرش sometimes دي ما أنانية يعني سنة الحياة كده مش الإكزامبل دائما بيدوه ده إنه أنت في الطيار الطيارة لو دار تقع بيقول لك إنت لازم تركب الماسك إنت أول عشان تقدر تنقذ ناس معك لو إنت مسكتك الهاشمية وقعدت تنقذ الناس الحوالين ولم ركبت الماسك إنت حتقع بعد شوية لأنه ما عندك أكسجين فأنا عشان أقدر أختي من الناس الحوالين لازم أخذ أخذ أولا فالزكاء العاطفي دي الوقت الوحيد الممكن يكون عيبة إنه يؤور تنقذ في الناس الحوالين ومشاعرهم وحاسيسهم وتنسي نفسك إنت الإجابة جات معاك في جريح ولا ممكن إذا محتاج توضيح زيادة برضو أكتب لنا في التشات في سؤال عن إنه كيف يقدر الشخص يتحكم في أهداف أو ما يتشتت يعني ما يتشتت زهنه في أهداف ثانية قبل ما ينجز الهدف الأول وأعتقد دي مشكلة العصر إلى حد كبير جدا إنه الناس مركزين في تجاهات مختلفة شديد رتبهم رتبهم أو رتبهم نسأل سأل بشير بشير رتب أهدافك أي حاجة لازم يكون عندها 1 2 3 4 5 ما تشتغل في الخمسة في نفس الوقت دي اسماء multitasking والملتتاسكين دي أثبت ذا الدنيا إن أكبر غلطة إحنا ما في حاجة اسماء multitasking زمان كان في الانتربيو ذات وبيقول لك أنت بتقدر إنك تملتتاسك الحاجات وتكون ماسك لك 3-4 projects في نفس الوقت وشغال فيهم لا أنا داي رمسك واحد وأمشي فيه لما مناصر حتى معين أمشي للبعد لكن إنه تفتح لك 4-5 windows في نفس الوقت تكون شغال فيها إنت بالتنزل بين مستوى الخمسة windows اللي تفتحت ها فحدد أهدافك ورتبهم بالأولويات عايز أهم واحد فيه لك ياتو أول واحد عايز تنجز ياتو ده خده فوق وما تتظر فيه خدته قبل أي وحضور ما هنقدر نحدد أي حاجة حاجة من الحياة الممكن تساعدوا نفسك بها وتعملوا رسيتش عنها اسمها القيمة الحياتية القيمة الحياتية لو عرفتوها لو قدرت إنك تتعرف قيمك الحياتية وترتبهم بالأولويات هتساعدك كتير في التركيز في أهدافك القيمة الحياتية دي الحاجات قالوا اللي بنخلينا نحس إنه إحنا alive تخلينا نحس إنه إحنا مليانين بحيوية ودارين ننجز وكده زي شنو مثلا قيم ال 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 قيمة حياتية الحب قيمة حياتية الصداقة قيمة حياتية النجاح قيمة حياتية المغامرة قيمة حياتية نديك مثال إذا أنا عندي دائما قيمة حياتية بقولوا من ثلاثة لخمسة الأهم والثلاثة الخمسة عندهم أولوية لاتساي أنا عندي ثلاثة قيمة حياتية في الطب بتاعت الليسة بتاعت القيمة الأولى المغامرة القيمة الثانية النجاح القيمة الثالثة الكنكشن والفاميلي لاتساي أنا عارفة إنه دي قيمة الحياتية وبالترتيب اللي أنا قلت دا وزول الثاني عنده نفس القيمة الحياتية دا لكن بترتيب مختلف عنده النجاح في الأول وعد النجاح المغامرة إحنا الاثنين شغالين في نفس الوظيفة فتحت وظيفة في بلد الثاني زميلي عنده المغامرة أولوية في قيمة المغامرة أعلى من قيمة الحياتية النجاح والاستقرار طوال حيقدم في الوظيفة وحيشيل شنط واتخار ما بكون عنده مشكلة إنه ياخد القرار بسرعة وأنا برضو ما عندي مشكلة إنه ياخد القرار بسرعة لأنه قيمة مواضحة قدامي ومرتبة أنا عندي قيمة للاستقرار أعلى من القيمة بتحت بلدتاني أنليس تكون قيمة المغامرة أعلى من قيمة الحياة فلازم تعرف قيمك يا بشر قيمك الحياتية شنو حتحدد ليك يعني تقدر تعمل أولويات لأهدافك تمام شكرا رؤى بتسأل كيف تقدر تتخلص من وجوده في الكمفورت زون وبرضو التسويف وهل ده بيعتبر من المتين بيليفز أنه مثلا شايفين عندها أهداف بس فعليا ما عندها المقدر الحالية للمصول لها السؤال على الكمفورت زون أو التسويف من لي هو شوفي الكمفورت زون ده يعني زي ما قلنا هو حاجة يعني حاجة طبيعية إحنا كبني آدمين يعني كده دايما بنحاول إنه نحمي نفسنا لكن دايما استجوى بي استجوى بي قراراتك دي وشوفي انتي لي حاولت تقعدين على نفسك تشوفي لي بتسوي في الحاجة خايفة من شنو بالطبع ودايما نتي يعني ماشاء الله لأنه يعني التسويف نتيجة للمت هل هو عايزك تفضل في حتة دي فخلاص انتي كده استني قدام شوية بعدين ما في بوكر إن شاء الله الشهر الجاي بنقعد نليز في الحاجات لكن لازم تقعد مع نفسك وتشوفي انتي خايفة من شنو بالضبط ويعني مرات يعني بتكون حيات بسيطة كده ده بنفضل متمسكين بها لأنه خايفين إنه ما نقدر نتعرف على روتنا نكون نتغير ما نلقى الكونnexion زي اللي احنا عايزين زي ما قلنا برضو مربوطة بالقيمة الحياتية يمكن الكونnexion والrelationship حاجة عندك لقيمة عالية جدا وخايفة تخسري الناس اللي حوالين كدير وبتفضلي لافة في الحتة ديو بتسوي في الحاجات لأنك انت خايفة من حاجة فلازم تكوني واضحة مع نفسك أكتري انت خايفة من شنو بالضبط وتحاول تعالجي مخاوف كدي وتشوفي هل هي فعلا مخاوف بتستحق ولا تكون مخاوف ساكت وما حيحصل شي يعني لسه حتكون connected بين ناس دير ويمكن تخدمين بصورة أحسن واو في سؤالين مرتبطين ببعض إلى حد مع سؤال ملاس تقريبا محمد عن انه بعد ما شخص يبدأ مشروع معين وبعدين بينتكس يعني أو بيكسل أو ما بيستمر بالحماس بتاع البدايات مثلا في البروجيكت اللي هو شغال فيه ومحمد بيسأل عن انه الشخص التدمير الذاتي لما الشخص يكون عنده هدف معين ويصل للحاجة اللي هو عائدة ممكن يبدأ في انه هو يبدأ في سلوكيات تعتبر نوع التدمير يعني للحاجة اللي هو عاملة فهي انغلت وصلت انت وصلت لهدفك تاني تدمر روحك ليش بالضبط وصلت تصفق وتحتفل وتبتهج لكن التدمير بيجي لو ما قدرت تتصل لأنه نحن نكون واقعين ما اي مشروع بنجح بنجيف في النص في الوقت هو اللي بيج داخل التدمير لكن احنا لو وصلنا لا لا ما بندمر يعني لو وصلت لو انا وصلت لهدف عندي هدف معين وصلت له وبعد ذاك لقيت روحي انا برضو بنتقد في نفسي لا 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 طوال يجيف لأنه دي حاجة ما طبيعية يعني انا شايفة انه ما ورسل فرحة عفوني انا ماذا طحتي لا لا ما فيه مشكلة طيب في سؤال عن الوضع الحالي الظروف الحالية كيف مع كل السلبيات الموجودة دي نقدر نتحكم فيها ونحول لو ممكن لإيجابيات سؤال مليون ماش ايوه ياريتني عارفة صعب شريف والله انا ما عفل سأل قاعد وين يعني لو في السودان ما حاجا ما حاج بر لانه حاكون انا قاعد في بر ويدي في الموية ما في الموية زي ما يدي في الموية وهو يدي في النار وبحاول ان اصدر له لكن لو قاعد بر حاقول لك ولا حاقول لك انه لو ما عملنا كده وما حاولنا كده نتشد حيلنا ونعاين قدام ونفضل ماشيين حيكون الوضع اسوأ صح يعني حياتنا دي عام لزي شفتي بتترك وبالعجلة عجلة دي اللحظة يتحد هتقع ما عندنا خيار احنا اسي الناس البر بالذات ما عندك ما عندك خيار غير تفضل ضاغط وبتبدل وماشي لقدام تقيف وتتجرس وتعاين وره والبيت والدنيا والثقافتنا وبلدنا الراحت خلاص هنفجده فلازم نفضل ضغطين لازم نفضل ماشيين يعني اجبر نفسكم كده لكن جد حقيقة بتمنى كان يكون عندي الاجابة لسؤال المليون ده لكن كل واحد فينا لازم يجتهد لأنه ما في فورميلا لكن الفورميلا الوحيدة إنو إحنا إيماننا يكون قوي إنو ده امتحان إيماننا يكون قوي وسقطنا في نفسنا ذات وإحنا كشعب سوداني والله شعبي ما ساهل والكواليتي زال فينا جد جد ما ساهلة عشان يعني 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 بنقول وبنتمنى وواسقين في إنو ربنا ما يعني ما هيخلينا واللي تكسر بتبني إن شاء الله لكن بس نحاول نركز نخلي الكلام الكتير والنجا وده كده وده كده وننتقد في بعض وننتقد في المدنيين دي بالله يدعمون بس تدعمون والقصة تمشي لقدام لكن لو قعدنا نفسنا أكتر يعني نحزن الحزن ده عدو فعلا يعني أيو بس أضيف حاجة بسيطة إنو فكرة تكيب قوي يعني وإنو نستواصل بس يعني في السعي وجوزه كبير من السباب المتطوعين في إدارة البرنامج ده والمدرمين أصلا موجودين في سودان ففكرة إنو في ظل الظروف ده أصلا في ناس سلام عليكم بتشتغل بتطوع وفي ناس عاوز يتعلم ده دليل على إنو الناس ماشا أصلا بإتجاه الصح لأنه ده مفروض يحصل يعني إنو الناس تحاول بغض النظر عن الحاصل بالموجود تنجز يعني طيب دائما يعني نلقى 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 إيجابية في رغم أي حاجة أو الشيق تبتنع إنو يعني الحاصل ده ما حيجي أسوأ منه ده أسوأ شي إنتو القاعدين في السودان ديل بعد ما ما أظن فيها كعب إن شاء الله ربي عالمين إنتو بدان من السحيين الورد كله خلاص ده الكعب الجايدة حيكون أحسن بإذن الله إن شاء الله طيب السؤال الأخير عن الطاقات وتأثير في جذب الأحداف إنو ده نين بتقول إنو بقيم نسمع كثير عن طاقة الاستحقاق طاقة المال طاقة السروة إلى آخر هل دي خرافات ولا دي حاجة حقيقية يعني عندها تأثير مثلا على إن إنو إنسان يجزي بأحداف ويحقيقها ده السؤال أنا برضو عاوز أسمع إجابته شكرا شكرا سؤال مهم جدا جدا عشان كيان كيانا قبل تبتلق في ناس خربوا المجال ده ويدي عن الله كزيم لأنه يعني بايزيكلي خلوا الناس انفروا منه أنا حاقول لكي كلام وإنتو كلكم ناس باحثين وناس بيتقدم وتقيم العلم أمشو شوفوا أينشتاين قال شنو أينشتاين ده زول العلم صح أينشتاين بيفتكر إنو الفيلم ده كله ولا ليو دعوة بش عوزة ولا السحر ولا الأسرار ولا 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 الموضوع ده فيزيكس بيور فيزيكس فيزيكس في الكل دي الفيزيكس بيقول إنو الفكرة دي كلها طاقة كويس إنت ركزت في شيء معين جزبت ليو الطاقة بتحت الحاجة دي ركزت في الفشل هتفشل ركزت في النجاح هتنجح الجماعة سموا قانون الجزب وعملوا وتوم وشمار وحاجات وصفقة وطقطقة وبتاع القصة دي عبارة عن انتباه فوكس ركزت وين ده الحاجة اللي هتفضل تيجي قدامك في الكلام بتاع أينشتاين بالضبط يعني هو في زي باراغراف كده ده نعم هنرسيوليكم هنرسيولي لل الجروب شاركوه مع الناس وهي المقطع اللي هو أينشتاين شرح فيه موضوع قانون الجزب لكن هو ما خرافة ما خزعب وليس ما منافل الدين ما بيقول إنه تحت أقدارك الحاجة دي كلام واضح وvery scientific انت وجهت تشكيزك بيقوله energy flows where focus goes يعني الـ focus بتاعك الـ energy الطاقة بتاعتك تحت تركز وتصوب في الاتيال أوكي تمام أعتقد ديها كل الأسئلة غمد عينك وتخيل إنك أسد والكلام أيو الموضوع يتطور كتر من غمد عينك وتخيل إنك أسد يعني فعلا الكلام عن مسألة طاقة الاستحقاق ده والبيقول لك مدري الطاقة في حالة حقيقة تخليك أنت ما قادر تفهمه في شنو وإحنا وين والقسط وشنو في ساينس يعني في ساينس بهايند لكن للأسف في ناس بيقولهم أكتر ناس مؤذين اللي بيشيلوا حبة من العلم ويجيروا به ويفتكروا إنهم خلاص لكن يعني هو مجال مجال كبير حسي يعني بس محتاج الموضوع عشان نعامل بطريقة صح وعشان ما يكون فيه أثار سلبية زي إنه مثلا الناس تفقد التصديق في الحاجة دي لازم يعني الشخص الموليم بالحاجة هو اللي تولى الكلام عنها أو كده ودي هي المشكلة الأساسية يعني لما ما يكون الناس الموليمين بالموضوع هم المتصدر النوع وكده طيب وسازة ميح نستمتعنا جدا الليلة كانت ورشة يعني جميلة جدا ودي آخر ورشة أصلا وكان ختام جميل جدا شكرا لك على زمنك شكرا لكل الشباب الموجودين معنا أي حاجة متعلقة بما بعد البرنامج إن شاء الله سنتناقش في الوصف بتاع المتدربين وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بس يلا سلام عليكم شكرا لك سازة ميح شكرا لكم مع السلام وفقين إن شاء الله الله يخليك سلام عليكم